عادة التحديات بتبقى تحديات أولاً اقتصادية ومن هنا أسأل دكتور فرج أبرز التحديات من وجهة نظرك اللي بالتأكيد هبقى فيها انحياز اقتصادي بكل تأكيد ملف الأسعار ده الشغل الشغل من وجهة نظري ومن وجهة نظر المواطنين كله إزاي أن الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي تمانج الأسعار بشكل ما يكونش فيه نوع من التشوهات السعرية عادة لما الحكمات بتتدخل فهي سوق معين بتعمل نوع من التشوه يحدد سعر أعلى سقف الأسعار حددنا الأسعار فده يربك السوق نفسه طيب إحنا توجهنا أو الدولة توجهها نحو اقتصاد سوق حر اقتصاد بيدعم تدخل القطاع الخاص أو أن القطاع الخاص يكون هو الفاعل الأساسي لعملية النمو والتنمية فده تحدي كبير إزاي بقى يضبط الأسعار ويمنع الممارسات الاحتكارية ويقلل أو يكون فيه مرجن التجار يشتغلوا به وفي نفس الوقت يكون أتاح للقطاع الخاص فرص أكبر للتوسع والنمو هي دي المعضلة الأساسية لأنه من الممكن أن نلاقي بعض الوزراء أو بعض الجهات بتبدأ أنه تتدخل في السوق ولكن هو تدخله ممكن يصنع بشكل غير مباشر تشوه في السوق في كل السلع وفي كل المنتجات وفي كل الخدمات عشان كده التحدي الكبير هو إزاي بقى صانع القرار يصيغ سياسات معينة ويستخدم أدوات رقمية وأدوات مستحدثة في أنه يتعامل مع هذه الإشكالية الإشكالية ليس في أن الحكومة أو الوزير ده يتدخل في السوق لا هو عنده الأليات أنه يتدخل بس تدخله ده هل هيكون ليه سايد إفكت أو ضرر في الأجل المتوسط أو الطويل هي دي المعضلة عشان كده دايما بنشوف أن القرار وفعالية القرار الإجراء وفعالية الإجراء السياسة المطبقة وفعاليتها قدية ومدىها قدية وهتصلح لمدى قدية عشان كده هي دي التوليفة اللي ممكن نقول عليها هي تحدي أساسي عشان نقدر نطلع بتوليفة نقدر نمانجي الأسعار بشكل كويس الأسعار يكون فيه دوافع حقيقية لزيادة السعر والدوافع الحقيقية دي أعرف مثلا على سبيل المثال الطاقة في السوق العالمي زادت بنسبة معينة إذن صداها على السلعة دي نسبة معينة ما يبقاش نسبة وإكس أو زيادة عنها هي معروفة يبقى هنا أنا همنع أو هيكون فيه مرجن للسلع خصوصا هنا لو هنتكلم بقى على سلع كل ناس بتستهلكة أكل وشرب وحاجات زي فده الشغل الشاغل بالأولوية القصوى بعد كده بقى نيجي بقى عملية التنسيق على مستوى الماكرو ليبل كدت كنا منتكلم عن تنسيق مالي أو تنسيق نادي أو إحنا عايزين نعظم النتج المحلي الإجمالي بالفاعلين الأساسيين من الحكومة اللي هي المجموعة الاقتصادية ككل يعني أعتقد الملفين دول ملف التنسيق ما بين الجهات المعنية فيما يتعلق به السياسات المالية والنقدية ده شق شق التاني وأثارها على المستهلك والمواطن وكل الناس طيب أنا هرجع لك على مسئات القرار وتوقيت القرار وفعليته ترجمة نانسي قنقر